يقال أن الصحافة تأكل أبنائها إن لله وإن إليه راجعون قلم آخر من أقلام الإعلام بمجمع الشروق يترجل حمزة بركاوي ينتقل إلى الرفيق الأعلى بعد صراع مرير مع دائل مالاريا جراء تغطية صحفية خلال فعاليات كأس إفريقيا للأمم في الكاميرون حمزة رحل تاركا بنتان في عمر الظهور بعد مناشدة لسلطات عديد المرات تدام واسع من الوسط وكذا المتابعين صدمة بعطرت مفرداتنا في نعي حمزة بركاوي وجعلتنا عاجزين عن التعبير رحلت تاركا مكانك في القسم الرياضي شاغرا بصمتك وحضورك جعل منك أحد أبرز الإعلاميين كفاءة وطيب أخلاقه ابتسامة حمزة بركاوي ستبقى راسخة في أذهان كل زملاء من مجمع الشروق يسود الحزن قلوبهم ذلك أن علاقة عمال الشروق أكثر من زملاء فهم إخوة تحت قيادة إدارة من أكثر الإدارات كفاءة اليوم يبكيك القلم والبلاطو وقاعات التحرير سفر لبلد ينعدم فيه أدنى شروط الحماية الصحية غامر فيه حمزة ولم يعلم أن حب المهنة سيقضي عليها فاللهم يمن كتابه ويسر حسابه وتقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلاة وسلم ربي يرحموا إن شاء الله هذا مننا حمزة بركاوي إنا لله وإنا إليه راجعون